اشتركوا في القناة تكون اول واحد تتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الاتحاد الافريقي يوافق على طلب الجامعة الملكية المغربية لقرة القدم بخصوص مباراة الكونغو الديمقراطية وافق الاتحاد الافريقي على طلب المنتخب العطن المغربية بشأن تعدل توقيت لقائدها بالملحق المؤهل لكأس العالمة امام الكونغو الديمقراطية في كنشاصة اقنع الاتحاد المغربي الكاف بضرورة اقامة اللقاء على ملعب الشهداء بكنشاصة في رابع عصران بدلا من الثانية ظهران يوم السادس والعشرون من مارس المقبل واستند المغرب في طلبه واعتراضها على التوقيت الاول كونه يعرض اللاعبين للخطر بسبب ارضية الملعب الصناعية وارتفاع درجة الحرارة وتم قبول طلب المغرب ليقرر الكاف تأخير موعد مباراة الدهب بساعتين وقامتها بالربع عصرا بالتوقيت المحلية وارتباطا بالمباراة كلف اتحاد الكرة المغربي باعتصا خاصة تسبق الأصود صوب كنشاصة لترتيب ظروف الإقامة والإطلاع على منشآة التدريب وإعداد تقرار مفصل للمدرب وحيد خلالوزاتش ويسافر المنتخب المغربي إلى كنشاصة عبر طائرة خاصة وسيعود مباشرة للرباط بعد لقاء الدهب خبر عجل يوسف فانساري في خطر لهذا السبب بات وضع الدولي المغربي يوسف فانساري مع إشبيلي الإسباني مهددا بالخطر وسجل الفرنسي أنتوني مارسيال أحد أهدف إشبيلي الإسباني أمس الخميس في الدور الأوروبي أمام مدينة مزقرب الكرواتية مستغلا العقم الهجومي الذي يعاني منه الدولي المغربي يوسف فانساري ومنح أعلى تنقل مارسيال الذي يسعى للإنقضاد على رسميته كمهاجم هدف في الفريق الإسباني مما قد ينعكس سلبا على تنفسية اللاعب المغربية المقبل على خوض مباراة مهمة مع الأسود في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022 ضد منتخب الكونغو الديمقراطية شهر مارس المقبل وفي هذا الصدد أوضح مدرب إشبيلي الإسباني جولي لوبيتيغي أن أنصاري في حاجة إلى المساعدة وزاد موضحا أنصاري لم يلعب منذ أزيد من ثلاث أشهر بسبب الإصابة وهذا أمر ليس بالسهل أنصاري في حاجة إلى المساعدة ونحن من أنجل هذا سنساعده وندعمه حتى يعود لسابق عهده كهداف حكيمي أغلى لاعب مغربي في الدورية الأوروبية الخمسة الكبرى تصدر المغربي أشرف حكيمي نجم باريسان جرمان الفرنسية لائحة أغلى اللاعبين المغرب في الدورية الأوروبية الخمسة الكبرى وحسب تصنيف موقع ترانسفر ماركيت جاء حكيمي في المركز الأول ضمن قائمة أغلى اللاعبين المغرب في الدورية الخمسة الكبرى بمجموع 70 مليون يورو كقيمة تسويقية لها وجاءت قائمة أغلى خمسة لاعبين مغاربة في الدورية الخمسة الكبرى كالتالي أشرف حكيمي لعب بارستان جرمان في المركز الأول بمبلغ 70 مليون يورو في المركز الثاني يوسف أنصري مهاجم إشبيليا الإسبانية بمبلغ 40 مليون يورو ثالثا حكيم زياش لعب تشيس الإنجليزية بمبلغ 35 مليون يورو رابعا ياسين بونو حارس مرمى إشبيليا الإسباني بمبلغ 15 مليون يورو خامسان عمر اللوزا لعب واتفورد الإنجليزية بمبلغ 10 مليون يورو بونو ينصح الحراس بعد تألقه أمام دينامو زاقرب أبدى الدولة المغربية السين بونو حارس مرمى إشبيليا الإسبانية لكرة القدام ساعدته بالفوز على دينامو زاقرب الكرواتي بتلاتي أهدف لهدف يوم أمس الخميس في ذهاب الملحق المؤهل تم نهائي الدور الأوروبية منويها بالأداء الجيد لفريقه في المباراة وفي هذا الصدد قال بونو تعليقا على المستوى المميز الذي ظهر به إنه يجب على حراس المرمى أن يكون دوما في حالة تركيز حينما تصل إليهم هذه الكرات وأضاف خذنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في التعامل معهم حينما ضغطوا علينا وأهدونا للخلف بعدما كنا نتقدم بشكل جيد للأمام يشار إلى أن إشبيليا يمتلك حدودا في التتواجب لقب الليغا حيث يبتعد بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر الكعبي وانصاري والريطاني وحيد خليل زيتش قبل ملاقة منتخب الكونغو الدموقراطية يقترب موعد مباراة الأصود ضد الكونغو الدموقراطية في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بقطار وسط عدد من المشاكل الفنية التي خلفتها مشاركة الأصود في كأس أمام إفرقي 2021 بالكاميرون والتي تستدعي حلولا فورية من الناخب الوطني وحيد خليل زيتش تفادية لأي مفاجأة غير صارة ويعتبر خط الهجوم أحد أبرز مشاكل خليل زيتش بالنظر لتراجع أداء المهاجمين يصفا صاري مهاجم إشبيلية البعدة المستواها وتراجع أداء مهاجمات إسبورات توركي أيوب الكعبي حيث لم يقدم المستويات المنتظرة منهم في كأس أفريقيا وكانوا من بين اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات اللادع وسيكون على مدرب الأصود البحث عن بداء المناسبة سواء في البطولة الاحترافية أو في الخارج من أجل تأهل المرة الثاني على التوالي للمونديال وهو حلم المغرب لتعويض الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية أرقام سوفيان العكوش تحرج خليل زيتش فما هو مصيره مع المنتخب؟ انتقل اللاعب المغربي سوفيان العكوش من فرق ميدزا الفرنسي نحو فريق لوزان السويسرية معارا لغاية شهر يونيو المقبل في صفقة ياسعة من خلالها صاحب الـ 24 عامان أن يستعيد كامل مؤهلاته الفنية والبدنية في انتظار عودته إلى الدورة الفرنسية انطلاقا من الموسم المقبل ورغم أن اللاعب سوفيان العكوش لم يأخذ هذا الموسم سوى أربع مباريات في الليجة مع فريق ميدز قبل انتقاله إلى الدورة السويسرية إلا أنه استطاع أن يجد مكان له في تشكيلة المدير الفني وحيد خليل زيتش الذي ضمه إلى نهائية بطولة كأس الأمم الأفريقي التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون رغم أنه لم يشارك مع المنتخب المغربي في المباريات التي خاضها قبل الكان ما يؤكد أنه يعاني من قلة جهوزية واستغرب النقض الرياضي المغربي إبراهيم شخمان كيف أن خليل زيتش يلوح دائما على السداء اللاعب سوفيان العكوش رغم أنه لم يأخذ مباريات كثيرة مع فريقه السابق ميدز الفرنسية ومرشح أن لا يلعب كأساسي مع فريقه الجديد لوزان السويسرية مقابل ذلك يتجهل موسير مزراوي الضحير الأيمن لناضي آيكس مستردام الهولندية وفي هذا الإطار تحت تقائلنا غير مقبول أن يهتم خليل زيتش باللاعب سوفيان العكوش ويترك اللاعب موسير مزراوي المتألق في صف آيكس مستردام فالأول لم يلعب في فرنسا سوى أربع مباريات قبل الالتحاق بالدورة السويسرية أما الثاني فيحضر دائما كأساسي مع فريقه ويستحق التواجد مع منتخب بلاده وتابع شخمان المنطق يقول أن خليل زيتش مطالب بإبعاد العكوش والسداء مزراوي كل النقاد الرياضين عبر العالم يقولون هذا تخيلوا أن تتوفر لحكيم ومزراوي تنفسان في نفس المركز أكيد سيفيد المنتخب المغربي كثيرا ترجمة نانسي قنقر